حرصت الكويت منذ اللحظات الأولى لاستقلالها على أن تكون جزءا لا يتجزأ من الكيان العربي حيث كان أول أمر قام به حاكم الكويت نذاك الشيخ عبدالله السالم بعد إعلان الاستقلال هو كتاب طلب انضمام الكويت إلى الجامعة العربية منذ انضمام الكويت إلى الجامعة عكفت على دعم كل ما من شأنه تعزيز اللحمة العربية سواء داخل أروقة الجامعة أو خارجها بجهود دبلوماسية تنتهج سياسة التوازن وتأكيد أواصر التعاون تأكيدا على حرصها بشأن تعزيز آليات العمل العربي المشترك وحضورها الفاعل في محيطها العربي حرصت دولة الكويت على الحضور والمشاركة في القمام العربية التي عقدت في مقر الجامعة العربية وكذلك في العديد من الدول العربية إيمانا منها بأهمية تعزيز العمل والتضامن العربي في ظل أزمات إقليمية ودولية عديدة وفي عام 2014 احتضن دولة الكويت القمة العربية الخامسة والعشرين التي ترأسها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه واختتمت بإصدار إعلان الكويت الذي شدد على أن قاعدة التضامن العربي هي السبيل الأمثل لتعزيز الأمن القومي العربي وتحقيق تطلعات الشعوب والدول العربية في التنمية وقد تواصلت مشاركات دولة الكويت في القمم العربية من عام 2015 بالقمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وصولا إلى عام 2019 حين استضافت تونس القمة العربية الثلاثين وقد شارك سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في كل هذه القمم العربية وبعد توقف لمدة عامين إثر جائحة كورونا التي أصابت العالم أجمع عادت القمة العربية وعقدت في الجزائر عام 2022 كما عقدت القمة العربية الصينية في الرياضي بعدها حيث سجلت دولة الكويت مشاركتها بحضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله حيث ألقى سموه كلمة دولة الكويت التي أكد فيها أن الاجتماع يأتي في خضم تحديات جسام ومخاطر تحيط بعالمنا العربي وفي ظل هذه التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة وتطوراتها المتسارعة وقد أضحى لزاما علينا الدفع بالعمل العربي المشترك بمزيد من التنسيق والتعاون للتعامل معها عبر وضع تصورات واضحة معلنة تحقق الأهداف المنشودة لمنظومتنا وتلبي طموحات شعوبنا العربية وستسجل دولة الكويت مشاركتها الفاعلة في القمة العربية الثانية والثلاثين التي تحتضنها مدينة جدة وسط ظروف دقيقة تحاول فيها الأمة العربية إعادة اللحمة والتفاهم ولما الشمل مجددا في وجه الأزمات العالمية التي تعصف بها من كل حدب وصوب حيث يترأس وفد دولة الكويت في هذه القمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة